السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب اليوم جئتكم بوصفة هي رائعة ومن أحسن الوصفات وأفضلها في فعاليتها في تبييد وكذلك إزالة الإسمرار والشوائب على البشرة الوصفة هي خصيصة للعرائس بامتياز مبيضة للجسم للبشرة للوجه لجميع المناطق بالجسم سنحتاج فيها إلى النشا كما تلاحظون هنا لدينا النشا أو ما يسمى بالمايزنة أو نشط درة هذا المكون يعتبر مكون مفيد مبيض للبشرة والركب القدمين يعني أي منطقة كما قلت في الجسم فيها سواد أو إسمرار كذلك هنا حبيباتي سوف نحتاج إلى زيت اللوز الحلو هو مفيد في تبييد وتنعيم البشرة بشكل رائع جدا فهو يزيل البقع الداكنة والتسبغات أيضا يقوم بتوحيد لون البشرة بعدها سوف نحتاج إلى مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي أو الروب أو ما يسمى كذلك بالياقورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة هنا الزبادي مكون رائع يفتح يبيض لون البشرة يجعلها مشرقة كذلك يرطبها وينعمها بالإضافة إلى أنه يزيل الشوائب وخلايا الجلد الميتة ويحمي كذلك البشرة من الجفاف ويوحد لون البشرة بامتياز هنا حبيباتي بعدما تعرفنا على مكونات وصفتنا لليوم أتمنى منكم دعمي وذلك بالتغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو كذلك إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم معنا في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم للقناة وذلك بالتغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أيضا تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الوصفات التي أقوم بتنزيلها يوميا الوصفات هي طبيعية بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت يعني في متناول الجميع لكنها فعالة جدا مئة بالمئة إذن على بركة الله كما قلت لدينا هنا تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي أو ما يسمى بالروب أو كذلك اليوغورت الطبيعي سوف نأخذ هنا ما يعادل ملعقة صغيرة من النشا أي نشا الدراء أو ما يسمى بالمايزينة ثم سنضيف أيضا هنا نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو هكذا ونبدأ في دمج العنصر جيدا حتى نحصل على كريمة متجانسة بعد ذلك نقوم أولا بغسل بشرة الوجه بالماء الدافئ والصابون لإزالة كل الخلايا الميتة والشوائب التي تعيق نجاح الوصفات الطبيعية أو من الأحسن يعني قبل تطبيقكم لأي وصفة مبيضة عمل مقشر للبشرة يكون أفضل وتعطيكم الوصفات هنا نتائج جيدة كما قلت بعد إزالة أو بعد غسل البشرة بالماء الدافئ والصابون إذن كما قلت بعدما نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ نجففها بعد ذلك نطبق هذه الوصفة على البشرة بحركات دائرية حتى تتغلغل الوصفة داخل البشرة سواء على بشرة اليدين أو بشرة الوجه أو الرقضة هنا إذا كنتم تودون ودعاته الوصفة على بشرة الوجه ضروري جدا أن نقوم بوضعها على الرقضة لكي نحصل على لون موحد بين بشرة الوجه وبشرة الرقضة هذه الوصفة تداومون عليها يوميا إن شاء الله حتى تتخلصون من كل المشاكل من إصمرار بقع داكنة تصبغات أو آتار الشمس إن شاء الله الوصفة أيضا هي تعالج حتى التجاعد تداومون عليها إلى أن تحصلوا على النتائج المرغوبة إذن حبيباتي كما رأيتم كل المكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وفي المتناول أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة إذن وأن تتركوا لآراءكم وتعليقاتكم عنها وعن فوائدها لكم إذن أتمنى أن أكون حبيباتي عند حسن ظنكم وأتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا ودع لايك كذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم وذلك بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد فيديوهاتي وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم في أمان الله حبيباتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته